ما بنسى بالصيفية بالجبل هو عنده شليه وانا عندي شليه فوق بيدق اللي قال لي ما يلتقى قلتوا منلتقى بالنادي طبعا فقر بفتنة قالي لك رح نعمل ضربة العمر هيدا الفيول يوم بيوصل المركب يوم ما بيوصل انا قدرت اوصل مع شركة روسية استعدين يعطونا فيول على عشر سنين ما مندفع قرش ندفع بعد عشر سنين وما بينقطع الكهرباء او شي ومشان هيك انا حكيت مع رئيس مجلس نواب موافق حكيت مع وزير الطاقة موافق جاي يقول لك منحطها على الجدول ومناخد قرار يوم الاربع شو رأيك قلت له دوتر رئيس بدي ادرسها على عشر سنين في قطبي مخفية يعني مش عمبفها مشو القصة قال لي انت شو همك قلت له لا بدي شوف ما يكون في شي وراها قال لي يعني ما كلهم قبلنين بجيبها على مجلس الوزراء قلت له اذا عجبتني بتحطها اذا ما عجبتني ما بتحط كنت عامل فريق انا وبالفريق كنت حاطت الاختصاصية يعني بالمال بالاختصاد بالاشية اللي انا ما بعرفها وكان وقته رئيس عصام فارس على حسابه عامل فريق وكنا نقارن بين بعض ونفوت على اساس هو بده مصر على الشعب انا بدي مصر على الشعب ما في رابط بيني وبينه الا انه لتعانها بقصة 24 الف متر وقتها بتفاجأ انه شركة رأس مالها 50 الف دولار باسم طلع حظه عاطل باسم شخص عرمني بعرف بيه قلت له بعرفه هيدا الولد هيدا 50 الف بدي يجيب لنا في فيول من هونيك هاي الشركة قال لي ايه شو فيها قلت له شو فيها لا يمكن انا ارضى شو بدك انه يصير تحت رحمة اللي بدي يطلع باله بدي يعطينا وما بيعطينا طيب شو بنا هنعمل بالفيول تلو هايني هاي دي الكهرباء ليه ما بيمشي على الغاز تاخد شوية بدي وعم نجيب عم كنا عم نشتري الغاز مش عارفين انه في بالبحر من سوريا بتكلفنا تلت الفيول وبتوفق هالقد وبيصير على طول جيز قال لي خلاص خلاص مبنى نحكي بالموضوع بعدها بكشف من المخابرات انه في مركة عم يمروا كل يوم على شهر بالمياه الاقليمية مركة بحربة ما له حق يكون هونيك إلا بإذن من الدولة اللبنانية إذا بيفوت ساعة بدو إذن أنا بطلب سفير فرنسا بلي جيلة عندك وبيحطها الخارطة قدامي وبيبلش يشرح انه طلب رئيس الحرير من رئيس شراك يدرس إذا بيصير زلزال وبعتنا أحسن مركة يلي هلأ عم بيدرسها صغلو شهر ووصلنا لهال النتيج والضابط البحري رح يشرح لك أنا بطلب لقي علامة أنا مهندس بحري انه في غاز قال لي ايه قلت له قد سوريا نحنا عم نشتري من سوريا قال قلت له أكتر بكتير قلت له عملك ممنونك ساعة السفير طلبتوا لرئيس الحريري طلع لعنه طلع قال لي قال لي أبو السفير يعني بك عملت غلط يا فخيمة الرئيس بس إذا عرفوا فيها بياخدوا لنا إياه الإسرائيلية بياخدوا الغاز قلت له أعمالك شوية إذا عرفوا بالعالم إنه نحنا عنا غاز تقوى الليرة أو لا ما أنت الأختصاصي قال لي ايه بتقوى بس إذا أخدوا لياه شو بينفعنا قلت له كيف بدي ياخدوا لنا حقوقنا نحنا عرضنا رجعنا بالقوة ما حدا بيقدر ياخد الغاز طبعنا قال لي بتترجعك أنا غلط هيك رح يجي لعندك بك الصبح المحامي قال لي رئيس المكتب أقوى مكتب بالعالم طيعتي حقوق الغاز والبترولة العالم كله الدول قال لي ما عندي مينة قال لي بس عشي بيجي لعندك غازي يوسف وفيه الست شرحت لي الست إنه فيه تقنيات أنت ما بتعرفها إذا عرفت دري وقتها بيعملوا هاك قال لي أنا ما بفهم بقى القضايا خلانا نجيب خبرت أنا عارف تاني يوم الصبح بيوصل بيفوت بيقعدوا لقي واحد بعرفه من هو صغير قلت له يا دا انت قارا قال لي ايه قلت له قارا ملكا ستيا ابنه لانوبار يلي كنت عم بحكي قابل عن قصة الشرك اللي كان جيبها من روسيا بديوا يعطينا فيول قلت له شو عم تعمل معنا قال لي ولو ما أنا قريب قلت له استاذ جيم ابنه لجيمس بيكر شو عندك بلش يشرح لي إنه قوعا إذا ما تبكلي بيدوا يخدو لكم الحكم فيه مش بس إسرائيل فيه أبرس فيه سوريا فيه ما بعرف شو لحق العام وصار يحكيلي ويهبط حيطار قلت له ممنونك حكيته الرئيس الحريري قال لي مام لني خلص كم شهر وراح نعملها هوني الربط فيما بعد إنه فجأة لأنه بعد شهرين تلاقي تبلش يحكوا بالتمديد فلصنا من قصة الفيول بيطلوا بيشوفني نعم قال لي ليك نحنا بدنا نعمل مليار دولار بكلمة كيف؟ قال لي الكهرباء عم تكلفتنا مليار دولار بالسنة راح نبيع على باريباء بليرا منكون اربحنا مليار دولار بالسنة قلت له ما فهم تلات كيف؟ قال لي ايه بتما ندفع أخسارها قلت له في شي كهرباء بتخسر بالعالم منجيب شركات من برا وبتشغل الكهرباء بتاخد أجرتها أرباحها قلنا بس أنا بيع الكهرباء تهني باريباء يعملوا مثل ما عاملين الدول مثلا فرنسا كذا عم بيربحوا هني بيربحوا بدل انا ارباحهم وبصفي انا هدا من مؤسسات الأساسية الدولة تحت رحمتهم لا انا رافق وبلشوا بالجرائب فهمت فيما بعد ان كان له حصة بالباريباء رئيس الحريري مرق من بعدها بدي اجل عندي قال لي شو هذا اللي عاملوا انت ورئيس الحص قلت له شو؟ قال لي بدكن تعملوا سدود ما بحياتها بزير فيه سد اللي طاني يجربوا ويكبروا لا لا مش عم بيكبر سمع مني خلينا نبيع الماي قلت له عمالك عمالك نحن مع رئيس الحص وقتا كنا عملنا عدة اشياء كان في الـ UNDP اتفاق كان مع الـ World Bank والـ IMF انه بيبعثونا اختصاصية فتبين فيما بعد هالاختصاصية بطلبوا دراسات كل دراسة مليون دولار على القليلة وما ينفعنا لشيء يمشوا المكاتب اللي ان يبدون إياها وهن يعطوا معاشات لزلمهم يلي تابعين لأماركا الى آخرين المعايش طبعا اللي يشتغل بـ UNDP يبقى بعده مبلش بـ 10,000 دولار وـ 8,000 دولار لمن الوزير كان ياخد 4,000 دولار وافضعت ما فينا وقامت القيامة وعالمياً يوندي فيه من وقف المساعدات وكذا تقالك انه شغلي أبعد من لبنان ترجمة نانسي قنقر